بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 الوحدة الخامسة الموزنة المرنة وتحليل الانحرافات نستكمل في المحاضرة الماضية أخذنا التحليل الثنائي للمواد والآن نأخذ التحليل الثلاثي لانحرافات المواد الانحراف الإجمالي كما في التحليل الثنائي ما تغيرش تكلفة فعالية للمواد ناقص تكلفة معيارية للمواد ونكبر القانون التكلفة الفعالية اللي بتيجي من ضرب حكتين في بعض كمية فعالية في سعر فعلي والتكلفة المعيارية بتيجي من ضرب كمية معيارية في سعر معياري واللاحظ أن الكمية المعيارية ده الموصود بها كمية معيارية للوحدة في الانتاج الفعلي زي ما نشوف في الشريحة التالية هيلاحظ أن الكمية المعيارية تساوي كمية معيارية للوحدة مضروبة في الانتاج الفعلي ويحلل هذا الانحراف ثلاثيا إلى رقم واحد انحراف كمية رقم اثنين انحراف سعر صافي رقم ثلاثة انحراف مختلط او مشترك انحراف الكمية بنبدأ بالشق الاخر اللي هو السعر معياري وافتح قوس فرق الكميات من بعض فرق الكميات من بعض كمية فعالية ناقص كمية معيارية يبقى القانون ده ما تغيرش كما في التحليل الثنائي يبقى ما تغيرش هنا في الثنائي زي ما كان هناك في الثنائي انحراف سعر صافي بيساوي كمية معيارية في التحليل الثنائي كنا مسمينها فعالية جينا في الثنائي ثمناء معيارية ده الفرق في السعر الصافي في التحليل الثلاثي عن السعر اللي كان فين في التحليل الثنائي يبقى الكمية المايارية وليست الفعالية في فرق الاسعار من بعضهم اللي هم ايه سعر فعالي السعر ايه ما ياري القانون الثالث انحراف مختلط او مشترك اللي هو فرق الكميات مضروف في فرق الاسعار طبعا معروف فرق الكميات اللي هو ايه كمية فعالية ناقص كمية مايارية وفرق الاسعار سعر فعالي ناقص ماياري طبعا ايه دفقوس ودفقوس معناها فيه ضرب هنا اول ملحوظة ان مجموعة ثلاث انحرافات المجموعة بتاعهم يديني انحراف الاجماري الملحوظة التانية ان مجموعة انحراف السعر الصافي مع الانحراف المختلط في التحليل الثلاثي بيعتمد على الكمية المايارية بينما لما كنا في التحليل الثلاثي كنا بنعتمد على الكمية الفعالية وده اللي مكتوب هنا الملاحظات ان مجموعة انحراف الكمية زاد انحراف السعر الصافي زاد المختلط يديك الانحراف الاجمالي ملحوظة التانية وان انحراف السعر الصافي زاد انحراف المختلط في التحليل الثلاثي اللي تنمدل بيعتمد على الكمية الفعلية في حين ان انحراف السعر في التحليل الثلاثي هيعتمد على الكمية المعيارية